السلام عليكم ازايكم مبارح كان فيه فيديو مفاجأة بشكل كبير جدا ان زيلنسكي عكس الاعلام الجاربي بيحاول يوصله لنا ان ده راجل بطل بيدافع عن بلاده راجل محب للسلام ومحب الاديان لان زيلنسكي برغم ان هو يهودي راح يزور بابا الفاتيكان وقعد يقول له صللنا عشان الحرب توقف بابا الفاتيكان قال له انا بصللكو فالراجل راح ياخد منه البركة مش بس كده زيلنسكي عمل مقدوبة افطار كبيرة جدا للجنود المسلمين في رمضان عشان الراجل يبان ان هو محب الكل اديان والحقيق ابرز حاجة بتخلي الغرب راضي عن زيلنسكي ان هو بيسمع كلامهم في كل حاجة يعني زيلنسكي من ساعب بداية الحرب مخلفش اوامر الغرب في اي حاجة وابرز خط احمر عند الغرب بالنسبة لزيلنسكي بعدم قصف العمك الروسي باسلحة غربية يعني امريكا مديتش سواريخ بعيد تلمادة لزيلنسكي عشان زيلنسكي ما يستخدمهاش في قصف العمك الروسي والحقيقة ان ده طلب مهم جدا من الجانب الاوكراني ان هو عاوز سواريخ بعيد تلمادة وعاوز طيارات مقاتلة من الغرب والاتنين دول الغرب متخوف ان هو يديهم زيلنسكي زيلنسكي يقوم بقصف العمك الروسي بس الحقيقة ان مبارح صحيفة اسمها كانت كشفت ان زيلنسكي عقد اجتماع او عدة اجتماعات مع القادة الاوكرانيين وقال لهم احنا نستنى الوقت المناسب عشان نقوم بعمليات خلف سلوط العدل وان احنا في الوقت المناسب هنقوم باستخدام سواريخ بعيد المدى ممكن تكون غربية كمان لقصف العمك الروس ما يعد خيانة للغرب ان الراجل ده اللي هو زيلنسكي يعني عاوز فقط ان هو ينايم الغرب للوقت المناسب لحد ما يدوله سواريخ بعيد المدى ويقصف بها روسيا ومش فرق معها ايه اللي يحصل بعد كده ليس لدينا الوقت ولا الاسلح اللازمة لشن هجمات على الاراضي الروسية نحن نصب تركيزنا على الاستعداد لهجوم مضاد لتحرير الاراضي التابعة لاوكرانيا التي احتلتها روسيا وفقا للقانون الدولي والحقيقة زي ما صحيفة واشنطب بوست اطلعت على الوفيقة السرية اللي كشفت بها خيانة الرئيس الاوكراني زيلنسكي الغرب ما حبيتش انها تبان معادية للغرب والنهاردة طلعت وثيقة تانية تبين بها خيانة اقرب اقرباء بوتين يافجيني بريجوجون قائد لشيات فاجنر وتكشف ان الراجل ده بيكون الروس خيانة كبيرة جدا طب ازاي؟ وايه التفاصيل اللي معنا النهاردة ممكن تكون مفاجأة بالنسبة لحضرتك فيما يخص قائد لشيات فاجنر هستعرف؟ هاقولك عشان اقولك لازم احكيلك القصة من الاول واشنطن بروس تنفرد بنشر وثيقة مسربة تقول ان رئيس فاجنر عرض اعطاء مواقع القوات الروسية لاوكرانيا وافقا للوثيقة المسربة انتقد رئيس مجموعة فاجنر قادة العسكريين الروس بشدة وادعى انهم فشلوا في تجهيز واعادة امداد قواته وصول زيلنسكي الى المانيا يأتي غداة اعلان برلين عن حزمة جديدة ضخمة من المساعدات العسكرية لكياب تبلغ قيمتها اكثر من مليارين يورو ونصف المليار قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خليني يقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو الحقيقة انا مش معايا راعي انا معايا اختراع جامد جدا دلوقتي فيه ناس كتيرة بتحب تفتح شركات في دبي بس بتبقاش عارفة انهي طريق يوصلها لكده يعني ازاي هتروح والمين هتروح عشان تفتح شركة في دبي خاصة ان دبي هي من اولى وجهات الاستثمار في العالم حاليا ففيه شركة اسمها ابشر ابشر هي اكتر شركة واكتر شركة ممكن تعتمد عليها في انشاء الشركات في دبي هتساعدك تعمل كده وتأسس شركتك بشكل قانوني وهيكلي بكل سهولة يعني الشركة بتحطك عالطريق الصح مش محتاج بقى تروح وتسأل مش محتاج ان انت هتلف وتدور بالعكس هتروح لشركة اسمها ابشر هيحطوك على الطريق الصحيح وبكل سهولة اريد اقولك ان اكتر حاجة بتميز الشركة دي السرعة يعني انت مش محتاج تقعد وقت كتير عشان تنشئ الشركة بتاعتك لو اعتمدت على ابشر هتساعدك بشكل سريع جدا وهتنشئ لك الشركة بشكل احترافي وقانوني للغاية لأكتر من كده ان فيه مستثمرين كتير جدا اعتمدوا عليهم ومشاهير على فكرة قدروا ان هم يفتحوا شركاتهم هناك في دبي وعايشين وانا عرفهم شخصيا اعتمدوا على ابشر دي هسيب لحرائك الرابط بتاع شركة ابشر اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معي نخش في الموضوع على طول؟ نخش في الموضوع على طول ايه الجديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه فيما يغص حرب روسيا واوكرانيا الحقيقة هتبتدي من عند زيلنسكي اللي كان اول مبارح او يوم السبت كان موجود في ايطاليا والحقيقة زيارة ايطاليا هو كان بيقابل بابا الفاتيكان بس بعد كده قابل جورجيا ميلوني رئيسة وزراء ايطاليا وقعد يتكلم معاها والدنيا هتمشي ازاي في الحرب والستة عاد تتكلم معاها بشكل مفتح جدا واستقبلته واستقبال جيد خلي بقى لك جورجيا ميلوني دي بالذات اول ما جت الغرب كان متشكك انها ممكن تنسحب من دعم اوكرانيا بشكل او باخر وانها توقف التسليح الايطالي الاوكراني وانا كنت اكتشفت الموضوع ده فاقتل من فيديو قبل كده بس جورجيا ميلوني لحد الوقتي بتدعم اوكرانيا بشكل كبير وايطاليا بتسلح اوكرانيا بشكل كبير جدا وده عكس التوقعات بس بس كده اعز اقول الحلاج ان بعد ما زيلنسكي خلص زيارة ايطاليا فجأة كده امطلع على المانيا وقابل هناك المستشار الالماني اللي تعهد ليه بمساعدات عسكرية باتنين مليار وسبعمائة مليون دولار والحياء ان المساعدات العسكرية الالمانية اغلبها دبابات ولو كدت بقى لك ان سلاح الدبابات ده سلاح زيلنسكي كان بيحفى عشان ياخده دلوقتي زيلنسكي بقى ياخد الدبابات بشكل سريع جدا وسهل قوي المانيا بتدير الدبابات ليوبارد اتنين عادي جدا ومنفتح عليه خلي بقى لك برضو المانيا ادت لأوكرانيا سوريخ باتريد او منظومات دفاع الجوي باتريد اللي هي الاغلى ادتها لأوكرانيا وصول زيلنسكي الى المانيا يأتي غداة اعلان برلين عن حزمة جديدة ضخمة من المساعدات العسكرية لكياب تبلغ قيمتها اكثر من مليارين يورو ونصف المليار حزمة تتضمن ثلاثين دبابة ليوبارد ومائة مركبة قتالية ومائتي طائرة استطلاع دون طيار فزيارة زيلنسكي لألمانيا كانت فجأة بشكل كبير بس النهاردة صحيفة امريكية اسمها نيويورك تايمز بتقولك اوها تفتكر ان زيارة زيلنسكي لايطاليا فقط والمانيا فقط لا ده الرجل راح فرنسا وراح بريطانيا وزيارة بريطانيا هي الاخضر ووصفت صحيفة نيويورك تايمز ان زيارة زيلنسكي دي لاوروبا هي الاطفال منذ بداية الحرب وان زيارة فرنسا مبارح صحيح كانت على العشاء لمدة ثلاث ساعات مع امانوال ماكراو وساعاتها امانوال ماكراو طلعت عهد في بام مشترك مع زيلنسكي ان هو هيصلح عدد من الكتايب الاوكرانية ويصلحهم ويدربهم في فرنسا استعدادا لحرب طويلة الامد مع الجانب الروسي وانا هنا عندي تعليق خد بالك ان زيلنسكي لما بيجي يقعب مع امانوال ماكراو بالذات الوحيد او القائد الوحيد الاوروبي اللي مش بيكلموا فقط في التسليح بيكلموا في السلام وازاي انت هتوعد لتفاوض بعد كده مع بوتين ماكراو بالذات فالموضوع ده خطير جدا بس بعد كده بعد زيارة باريس ولقاء زيلنسكي مع ماكراو طلع على بريطانيا والنهاردة المفروض يوم لاتنين هيقابل ريشي سونان والحقيقة ان طلعت صحيفة اسمها التاليغرف البريطانية وطلعت صحيفة نيويورك تامز الامريكية يكشفو لك ان بريطانيا كانت عهدت انها ترسل سواريك بعيدة المدى ستورم شادو لأوكرانيا صح؟ وان هي السواريك دي بالفعل تم استخدامها في اوكرانيا يوم اتناشر مايو اعلنوا عن تسليمها لأوكرانيا يوم عشرة يوم اتناشر اوكرانيا قصف البيئة الروسيا النهاردة في زيارة زيلنسكي لبريطانيا حياخد مسيارات بعيدة المدى يعني بريطانيا حتدي مسيارات ياصل مداها متين كيلو متر ده رقم كانش بيحصل عليه زيلنسكي بس خد بالك ان بريطانيا بالذات هي اللي بتصعب يعني الراجل زار ايطاليا ما حصلش على حاجات بعيدة المدى ولا المانيا ولا فرنسا ادوا اسلحة بعيدة المدى بريطانيا فقط اللي ادت سوريك ستورم شادو اللي ياصل مداها مية خمسة وتمين كيلو متر ودلوقتي بتدي زيلنسكي مسيارات ياصل مداها متين كيلو متر والحقيقة ده اعلان فيه تصعيد جامل جدا ضد روسيا بس زيلنسكي كان لوكل مشاهيرة جدا قال انا كل زيارة اوروبية بقوم بيها قدرات اوكرانيا الدفاعية بتاقوى وقدرات اوكرانيا الهجومية بتبقى اقوى بشكل كبير عاوزك توقف عند الموضوع ده لان فيه تحليل نازل في صحيفة اسمها فوربس فوربس دي صحيفة اكتر اقتصادية يعني تهتم بشؤون الاقتصادية وكان دي كل بس نازلت تحليل رائع تقول لك ايه بقى؟ تقول لك الجانب اللي اوروبا مش عاوزك تكشف عنه وهو خسائر اوكرانيا من المساعدات الاوروبية لاوكرانيا فوربس بتعدمت في تحليلها على ايه؟ على موقع استخباراتي اسمه OXY OXY ده معهد تحليل كده في هولندا بيحلل حرب روسيا اوكرانيا بشكل جيد جدا وهو برضو فيه شبه استخبارات شوية بيبني معلوماته على معلومات استخباراتي ده ومعهد ال ISW او واشنطن انستيتيوت بيحلله حرب روسيا اوكرانيا بمعلومات دقيقة لغاية او بيحاولوا يطلعوك على الجانب اللي ما بتكشفوش الميديا فوربس بتنقل عن OXY بتقول ايه؟ بتقول امريكا والدولة الغربية سلموا اوكرانيا مدافع من طراز 155 ملي متر اللي هي الهاوتسر الامن 3 ساعات والحقيقة ان اوكرانيا اشادت بالمدفعية دي بشكل بيب جدا وقالت انها عاوزة مليون خظيفة من العيار 155 ملي متر ده عشان مدافع الهاوتسر بتسبب كسار ضخمة جدا في الجيش الروسي ده اللي بتكشفو اوكرانيا وطلع زيلنسكي قال انا عاوز مليون خظيفة مدفعية صح؟ بس النهاردة فوربس بتقولك على فكرة مشكلة اوكرانيا مش في الزخير بتاعت المدفعية دي مشكلة اوكرانيا في المدافع نفسها ليه؟ لان روسيا ابتدت تستخدم مصيرات لانسيت وهي المصيرات الروسية دي ابتدت تركز ضرباتها بشكل مكسف على المدفعية الام 3 سبعات او 155 ملي متر وسببت فيها فسائر يعتبر نص المدفعية اللي تم ايصالها الاوكرانيا تم تدميرها من قبل المصيرات الروسية نص المدفعية يعني اوكرانيا مش مشكلتها سخاير ده نص المدفعية اللي عندها جالها تدمير والجانب اللي ما كشفتوش فوربس ان برضو كانت طلعت صحيفة نيورك تايمز قيتلك ده المدفعية دي عاوزة صيانة بشكل كبير اوي لان بيتم اطلاق منها بشكل مكسف فالمدفعية عاوزة صيانة والصيانة دي مكلفة وعملة مشاكل كبيرة جدا للغارة فانت عندك هنا مشكلة اوكرانيا النص المدفعية دي تم تدميرها والنص التاني عاوز له صيانة اوي في مشاكل كبيرة جدا فالمدفعية الاوكرانية عندها مشاكل برغم ان الاكبر سلاح فتاك يملكه في جيش الاوكراني وحيستخدمه في الهجوم مضاد هو مدفعية دي بس بتقولك ان المسارات الروسية بتستهدف المدفعية دي بالذات الام تلت سبعات او 155 ملي متر الاغرب ان في نظام تاني برضو تعلق لتدمير شديد وهو ايه وهو الام 109 الام 109 بيسموه موبايل هاوتسر يعني ايه موبايل هاوتسر يعني مدفع متحرك موجودة على العربية مضرعة وبيعرف يتحرك من مكان لمكان طيب اوكرانيا استلمت منه 180 مدفع تم تدمير 36 مدفع بشكل كبير تيجي تقولي 36 ب180 مش قصة يعني مش دي اللي هتوقف عندها هاولك لا اوقف عندها ليه لان التدمير بتاع الام 109 ده بشكل تصعودي من اسبوع لاسبوع بيبتدوا يكتشفوا ان معدل التدمير في تزايم بس فوربز ركزت على حاجة خطيرة جدا وهي ايه وهي ان معدل الخسائر في الام 109 اقل من الهاوتسر ام 37 وهتكشف لك السبب في الموضوع ده في المدفعية اللي جاية اللي هي مدفعية 105 ملي متر 105 ملي متر عاملة اداء جيد جدا وهو بيتمش تدميرها بشكل كبير فوربز فتح ليلها اللي بنيامل OXY قايت لك ايه قايت لك خلي بالك لان المصارات الروسية بيبقى لها خيارات كبيرة جدا اول خيار واول اولوية هو تدمير المدفعية الامريكية الام 37 تاني حاجة الام 109 بيتحرك مش ثابت يعني الام 37 ده ثابت او تحركه بيبقى صعب لان المدفع كبير وتحركه بيتم كشف عنه بشكل كبير قوي وبيتم رصده من قبل المصارات انما الام 109 على طوب بيتحركه برغم ان هو كبير بس تحركه ده بعد الضرب بيخلي صعب استهدافه اما في تحليل فوربز للمدفعية 105 قايت لك لانها صغيرة مدفع صغير فالمصارة لما بتشوف اولوية تدمر الام 37 ولا المية وخمسة ملي متر لا بتختار الام 37 فابتدوا يكتشفوا ان الحجم له دور التنقل هو الحياة بالنسبة للمدفعية اول كتبنا كده موبيلتي از لايف هما وصفينها كده في المقارب موبيلتي يعني ايه يعني التحرك اضرب وامشي لان المصارات طايرة على طول بتشوف ضرب منين واتروح تستهدف فاكتشفوا ان المدفعية المتنقلة هي ابرز خيار خاصة لو الحجم كبير فهو ده اول تحليل اما لو جيت تبص على القصة الاساسية اللي معنا النهاردة هي وافيقة كشفت عنها واشنطن فوست والكشف ده خطير للغاية بتقول لك ايه بتقول لك هالي بقى لك يافجيني بريجوجين وفقا للاستخبارات الامريكية كان اتصل بالاستخبارات الاوكرانية يعني دي وافيقة تم تسريبها من المخابرات الامريكية بتقول ان يافجيني بريجوجين قائد مليشيات فاجنر اللي بيحارب في بخموت اتصل بالمخابرات الاوكرانية مش بس كده عقد اجتماعات سرية مع زباط من المخابرات الاوكرانية وقفض ايضا التقرير انه في اواخر يناير الماضي ومع مقتل الاف من القوات المرتزقة التابعة له في معركة بخموت قدم رئيسه فاجنر عرضا استثنائيا لاوكرانيا حيث نقل الاقتراح الى اشخاص يعملون في مدرية المخابرات العسكرية الاوكرانية طيب قال لهم ايه في الاجتماعات دي قال لهم انا عندي عرض قوي جدا وهو ايه انسحبه او الجيش الاوكراني انسحب من بخموت ويديها لمشيات فاجنر وانا حكشف ليكم عن مواقع الجيش الروسي فيه مش بس كده يافجيني بريجوجين كشف عن معلومات قوية جدا للمخابرات الاوكرانية وقال لهم خلي بالكم الجيش الروسي عنده معاناة في الزخيرة بتاعته في بعض المناطق وانا حديكم الخرايط دي كلها بس تنسحبه من بخموت طيب ليه العرض بتاع افجيني بريجوجين قال والله لان افجيني بريجوجين كان وعد في فيديو مسجل ان هو حيحصل او حيحرر بخموت المدينة دي من ايد الكوات الاوكرانية بحلول 9 مايو كنا بصدد الاستيلاء على بخموت بحلول 9 من مايو عام 2023 تزامنا مع يوم النصر وعندما رأى البيروقراطيون العسكريون ذلك اوقفوا امدادات الذخيرة كان حاوز يعمل الموضوع ده ويبان ان هو منتصر بشكل كبير ويطلع يعلن النصر ده يوم تسعة اللي هو يوم النصر الروسي ويكون حرر بخموت ويبقى بطل روسي كبير كدا فبدل ما يخوت قتال ويقعبها قاعد بقالوا اشهر مش عارف يحرر بخموت اللي هي مدينة صغيرة بس فيها حرب شوارع يحصل عن مدينة دي منتصر هو اوكرانية تنسحبه فده السبب طيب مخابرات الاوكرانية قدرت يافجيني برجوجين يعمل الموضوع ده ليه مع ان هو بيتقدم مش واقف مش بيتهزم يعني صحيح الخسار عند يافجيني برجوجين او من الشيات فاجنر كبيرة بس الراجل ما زال بيتقدم حده لو بيتقدم ببطل بس ما زال بيتقدم ليه يعمل عرض ده ده حاجة اقدر او مخابرات الاوكرانية اقدرت ان زيلنسكي شاف ان الروس عوزيني يخلاصوا منه ماشيائي والن الروس وده بخمت مخصوص يعني كليبقالك يافرجيني برجوجين مش بيطلع فيديوهاته من مسلا موسكو لأ بيتطلعها من بخمت فالمعنى كده هو قاعد مع قواهاته فأفجيني برجوجين شاف ان الروس عوزيني يخلاصوا منه مش بس كده عوزيني يخلاصو من الشيات فاجنر وأن خسائر ميليشيات فاجنر كبيرة قوي يعني أكتر من هو كان متوقع ثالث حاجة الفيديوهات العلنية اللي بيطلعها يفجيني برجوجين بينتقد فيها كريملين دي كانت حاجات تؤكد أن يفجيني برجوجين يعني خلاص مش طائق كريملين وعاوز يعمل أي نصر عشان ميليشيات فاجنر ترجع تاني ومتعودش تحارب الأوكرانيين لأن يفجيني برجوجين اتهم الكريملين أنه بيدلوش الأسلحة الكفاية فخلاص الراجل عاوزي هود الروس وخلاص مش طائق الروس عيال جانب الأوكراني أو المخابرات الأوكرانية دي لما رجعت استشارة المخابرات الأمريكية إنها تتعاون مع يفجيني برجوجين للقضاء على الجيش الروسي المخابرات الأمريكية حذرتهم ويتلهم خلي بالكو الراجل ده أصلا لما بيكلمكو هو معرف الكريملين إن هو بيكلمكو ده أولا تاني حاجة بعد ما الأوكرانيين سمعوا كلام الأمريكان قالوا أو الله لما بيجي يلطقي معانا أكيد أكيد من المنطقي إن هو بيطلع الروس ودي حاجة مش جديدة لأن حتى المواقع اللي حيكشفها للجانب الأوكراني ممكن ما تبقاش حقيقية أو ممكن تبقى حقيقية لبعض الوقت يعني إيه يعني مثلا يفجيني برجوجين يقول دي خرايط تحت الجيش الروسي أماكن تواجد الجيش الروسي مواقع الدفعية بتاعته ومشاكل بتاعته وكل حاجة مخاولات الأوكرانية هتعمل إيه هتقوم بعملية استطلاعية للتأكد من أماكن تواجد الجيش الروسي حيلوهم صح؟ وينسحبوا بعد ما ينسحبوا مش حيلوه الجيش الروسي هي خطة خداع استراتيجي بينتهجها يفجيني برجوجين واللي كشف عنها الأمريكان روم خلي بالكو يفجيني برجوجين حتى لو بيطلع في فيديوهات يشتم كريملين بس في الآخر الراجل ده مع كريملين قلبا وقالبا وما يغرقوش الكلام اللي طالع ده والأمريكان أوسوا الجانب الأوكراني خلي بالكو من الراجل ده طيب هنا الأوكرانيين كانوا قدام حاجة مهمة جدا هو ليه يفجيني برجوجين بيكلمنا أصلا أدام هو متعامل مع كريملين هلأ ده طبيعي جدا مفيش أي حب بتقوم غير والجانبين بيكلموا بعض على المستوى الاستخباراتي فده عادي والدليل على كده أن يفجيني برجوجين أكتر من مرة يعرض على الجانب الأوكراني يقول لهم الجسس بتاعة القتلة بتاعكو حتلاقوه في المكان فلاني وتعالوا خدوها الكلام ده مش بالفيديوهات الكلام ده محتاج تنزيق استخباراتي عالي جدا بين الجانبين وميشيات باجنر لازم تتصل بالجانب الأوكراني حتى ممكن يعقده لقاءات لتنظيم القتال ما بينه بس يجب على أوكراني أنها ما تقعش في الفرق وتعتقد أن يفجيني برجوجين ممكن يخون للروس دي الوثيقة اللي طلعت من الأمريكان واللي مصاربة من الأمريكان اللي بتأكد أن يفجيني برجوجين عمره ما يخون للروس هل تعتقد أنها بشيد بيفجيني برجوجين لا خلي بالك ميشيات باجنر دي ميشيات إجرامية أصلا كلهم مجرمين ورد سجون دول ما حكوهم عليهم بالأداب بس أنا عاوز أوضح لك أن مش كل حاجة تشوفها ممكن نصدقها يعني ما تقعش في الفخ على طول وهم كانت بيين كده في المقالة يقول لك إيه يقول لك يفجيني برجوجين بيعمل إيه بيعمل بالمثل اللي بيقول خلي صديقك قريب وعدوك أقرب هو ده اللي بيعمل بي يفجيني برجوجين شوف الأيام الجاية إيه اللي هيحصل يا رب أكون شرحت لحضراتك المضوع في شكل مبسط ويا رب أنصر مصر رب أنصر العرب تحية مصر سلام اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة يا محروصة بسيف شاطر واسف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابة حميك يا رب العالمين